إن شاء الله تعالوا نروح بقى للتشكيل تشكيل الجنة دلوقتي هيبقى محمد الشنوي حرص المرمة نحية الشمال أيمن أشرف وبدر وياسر في القلب ومحمد هاني نحية اليمين تنين اللي قدامهم وسط دفاعي هيبقى عمرو السلية وقاليو ديانج وبعدين الوسط الهجومي والمهاجمين هيبقى أجاي ومحمد شريف على الأطراف أفشة في القلب ومروان محسن مهاجم صريح نقولها تاني محمد الشنوي هيبقى لحرص المرمة نحية الأطراف وراء هيبقى محمد هاني نحية اليمين وآيمن أشرف نحية الشمال الاتنين اللي في القلب هيبقى بدر بنون وياسر إبراهيم الوسط الدفاعي الاتنين اللي عليهم النهاردة عبق جبير جدا 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 النهاردة وإن شاء الله حيكونوا إن شاء الله مفتاح مكسبنا النهاردة عمرو السلية وقاليو ديانج الاتنين الوسط دفاعي التلاتة الوسط الهجومي هيبقى على الأطراف محمد شريف وأجاي وفي وسطهم مجدي أفشة وقدام هيبقى مروان محسن كمهاجم صريح تقريبا هو تقريبا ده الفريق اللي بدأ بيه ميستر موسيماني ماتش فيتا كلاب وهو برضو لو بصيتوا حضراتكم على الجزء التشكيل الهجومي قدام هتلاقي أفشة متواجد طبعا وده لغينا عنه أجايه نحية الشمال وشريف نحية اليمين الاثنين دول بيكملوا دايما جوة 18 معرس الحرب فهو النهاردة كمان ميستر موسيماني فكره هجومي من بداية المباراة بادئ بتشكيل هجومي بادئ بكسافة هجومية بادئ بكسافة عددية في النحاء الهجومية علشان هو عينه على المكسر هقول لكم في المباراة الزايدية بنبقى عايزين نحسمها بدري قوي ليه بنبقى عايزين نحسمها بدري قوي في المباراة اللي هي الأفريقية الزايدية في عوامل تانية في الشوط التاني بتبقى الأمور مش عايزة أقول مش في صالحنا ولكن بتبقى في صالح الفرق التانية شوية منها منها حتة درجة الحرارة العالي فلما تخلص الماتشات دي بدري تسريح شوية هتعمل ضغوط على الخص هيتفتح أكتر ووصلا هيلعب مفتوح النهاردة من بداية الجيم ومعندوش حاجة يبكي عليها ومعندوش حاجة غير انه يلعب مفتوح بس انت تعمل حسابك للشوط التاني وتبص دايما ان الماتش مش شوط واحد الماتش شوطين فان شاء الله قادر النادي الأهلي ان يحسنها النهاردة لوخم يديه لا تحتاجها